اهلا بكم من جديد استقبل معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وفدا من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي اي بي اف برئاسة الدكتور أحمد الشيخ المدير العام للمعهد وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه ورفع مستوى الكفاءة الوظيفية لمواكبة التحديات المتمثلة في المتطلبات المتغيرة لسوق العمل كما تم التأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين الديوان والمعهد وتوسيع أفق التعاون بينهما في مجالات المراجعة العامة وأمن المعلومات والتقنية والتنمية المهارات أكدت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين التزامها بالاستثمار في القوة العاملة البحرينية وتطويرها المهني وتوفير الفرص للمواطنين البحرينيين لتولي مناصب عليا في الشركة وترحب الناقلة الوطنية بمحترفي ومهني طيران البحرينيين الذين يعملون في صناعة الطيران في المنطقة وحولها وأكد السيد كريشي مير كوتشو الرئيس التنفيذي لطيران الخليج أن الشركة تنمو بشكل استراتيجي منذ إطلاقها لهويتها تجارية الجديدة وبدء برنامج تحديث الأسطول حيث أطلقت الناقلة الوطنية مفهوم نموذج الأعمال التجارية في بداية العام الجاري 2019 ومنذ ذلك الحين شهدت نتائج إيجابية في مجموعة واسعة من الأعمال التجارية ونتابع الآن سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقودة اليوم نبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام تداولات اليوم بتراجع بنسبة 0.24% مقفلا عند مستوى 1527 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبع وستين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 348 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 91 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداولة اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى غلقات بقية البورصات الخليجية فكما نتابع السوق المالية السعودية أقفلت بتراجع بنسبة 0.56% بإقفال عند مستوى 8970 نقاط وذلك بضغط تراجع أسهم قيادية في قطاع البترو كيمويات مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بتراجع ضفيف بنسبة 0.04% وأقفلت عند مستوى 6661 نقاط وذلك بسبب تفاؤل المستثمرين بإعلانات البنوك والشركات عن نتائج نصفية قوية أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد شهدت ارتفاع بنسبة 1.22% بإقفال عند مستوى 5299 نقاط بتأثير صعود أسهم قيادية في البورصة سوق دبي المالية أقفلت بارتفاع أيضا بنسبة 1.3% بإقفال عند مستوى 2774 نقاط وذلك بتأثير من صعود أسهم قيادية في البورصة أيضا ونختتم مع سوق مسقط الأوراق المالية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.18% بإقفال عند مستوى 3763 نقاط مع تراجع أسهم القطاع البنوك المصرفية أعلنت المنصة العقارية الإلكترونية الرائدة في الصين فانغ عن إطلاق موقعها في الإمارات كبوابة متخصصة بعقارات أبرز شركات التطوير في الإمارات بالإضافة إلى وكلة الوساطة العقارية في الصين وتعتبر دولة الإمارات إضافة الأحدث إلى محفظة فانغ الواسعة من الأسواق العقارية الإلكترونية في الصين ويسجل الموقع 150 مليون زيارة منفردة شهريا ولديه أكثر من 120 مليون عميل مسجل وتم تحميل تطبيق فانغ أكثر من 200 مليون مرة الأمر الذي يسلط الضوء على مدى شعبيته بين مستخدميه أعلنت الحكومة المصرية أنها عززت برامج الدعم النقدي خلال العام المالي الجاري والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط أنه تم اعتماد 18.5 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة ومعاش الطفل بزيادة تبلغ نسبتها 5.7% عن العام الماضي ويستفيد منها نحو 3.8 ملايين ألف أسرة مصرية وقال معيط أنه تخفيفا للأعباء على المواطنين فإن الدولة سوف تتحمل الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا لتعريفة المقررة حيث تم دعم شركات المياه الشرب بمبلغ مليار جنيه نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل الحكومة اليابانية تقود جهودا عالمية لإنشاء شبكة مدفوعات للعملات المشفرة في شكل جديد من الفساد الحكومي الممنهج داخل إيران اختفت حزمة نقدية من العملة الصعبة تقدر بمليار يورو كانت مخصصة لاستيراد أدوية وسلاع أساسية وكشف خطاب موجه إلى وزارات الصناعة والزراعة والصحة من رئيس مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تفاصيل واقعة اختفاء تلك المليارات التي دفعت لحسابات شركات استيراد محلية وفقا لصحيفة شرق اليومية وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن نحو 20 شركة استيراد إيرانية حصلت على دعم نقدي حكومي بهدف استيراد أدوية وبضائع تموينية غير أن موانئ البلاد لم تستقبل أي شحنات من دول أجنبية تجاوزت فرنسا إيطاليا كأكثر دولة داخل منطقة اليورو تعاني من تراكم الديون الحكومية بالقيمة المطلقة بالنهاية الربع الأول من العام الحالي ومع ذلك فإن على أساس معدل الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي فإن إيطاليا لا تزال تتجاوز فرنسا في ذلك صدد عند نسبة 134 بالمئة في حين أن مستويات الديون إلى الناتج الإجمالي المحلي في فرنسا لا تزال عند مستوى أدنى من 100 بالمئة وكشفت بيانات صادرة عن يورو ستيت إن إجمالية الديون الحكومية لدى منطقة اليورو وصلت إلى مستوى 10 تريليونات يورو في نهاية الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر مارس الماضي أطلقت الصين سوقا مالية شبيهة ببورصة نازداك بنيويورك تحت اسم ستار ماركت في شانكهاي مخصص لأسهم قطاع التكنولوجيا الذي يشهد منافسة متصاعدة بين بكين وواشنطن وخلال أول يوم في التدولات ارتفعت اسم ستار ماركت بنسب مرتفعة جدا تتراوح بين 120 بالمئة و520 بالمئة وسط مسارعة المستثمرين لشراء أول 25 شركة مدرجة في هذه البورصة وتأمل بكين أن تؤدي هذه السوق إلى تشجيع الاستثمار في ابتكارات التكنولوجيا المحلية وضمان حصول هذه الشركات على الموارد اللازمة لتطويرها وقد تقدمت أكثر من 140 شركة تكنولوجيا وعلمية في جميع أنحاء الصين لإدراج أسهمها في السوق الجديدة التي تديرها بورصة شانكهاي للأوراق المالية بهدف جمع ما يقارب 19 مليار دولار ونتبع الآن أبرز مشارات لسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية قال مصدر مطلع أن الحكومة اليابانية تتصدر جهودا عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة على غرار شبكة سويفت التي تستخدمها البنوك في مسعى لمكافحة غسل الأموال وأضاف المصدر أن توكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل في سنوات القليلة القادمة موضحا أن فريقا يرتبط بمجموعة العمل المالي الدولية سيراقب عملية تطوير الشبكة الجديدة والتي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى تتعاون في سنوات القليلة